واتصالا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ المهندس أشرف رشاد وهو رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب بس منش أشرف أشرف تحياتي لك وكيف تلقيتم توصيات هذا المنتدى وكيف ستتعامل معها اتباعا داخل مجلس النواب يعني على تقل التوصيات المنتدى يمكن بالأول مرة أن التوصيات تشملت جميع المحاور وجميع اللقاءات اللي تمت في المنتدى فعلا الأول مرة تخرج نتائج مش عادة رؤولي أنها كانت نفس مستقيات الشاجعة ترصيح عن رأيه لا الكلام في نتائج معنا نقدر الأول مرة تطلقها على عرض الواقع طبعا في جميع المحاورات رؤية على المحاورة والعلم اللي عندي وفكرة جاجز زول تايلور أعتقد أن هذه فكرة رائعة تربط فعلا أفريقيا بمصر تريد مرة أخرى دور مصر رياد المصروف أن يكون في أفريقيا فكرة المنتدى الاقتصادي ومنتدى الواقع للإعلام التركيز على القضايا المهمة زي قضايا الثراف الاجتماعي وتركيز تأتيها على الدول سواء من أنها القومية أو الاقتصادية أو لغاية ذلك تأهيل تدريب الشباب والأفريقي وعودة مرة أخرى للغاية الأفريقية مش بس كمان في العمل الاقتصادي أو في المسرعات الاقتصادية لا كمان في التنمية البشرية ودور مصر الحقيقة في تأهيل تدريب الشباب ده وأعتقد أننا نموذج فكرة البرنامج الرئاسي والصدقات على الشباب الأفريقية سيبقى دينا كوادث حقيقية فعلا في جميع الدول الأفريقية لا بالنسبة لمحاول مصر وأعتقد أن يشملت جميع المحاول مهمة لتهم الشباب الشباب فعلا عادوا أجلهم بفراحة الشباب توصلوا لنتائج مستوى من رقشاتهم كان فيه الناس اللي تسمع من كل القيادات من جميع المستويات وعن رقشهم طبعا سيد الرئيس حكوة الفتاح السيسي اللي كان المؤتمر كان المؤتمر جميل جدا بيكونوا في جميع الندوات والملقشات وهو كان بيعلق بنفسه على كل العراء وكان بيتداخل في النقشات إذا المؤتمر حيوية غير طبيعية وإذا المؤتمر نجاح أتمنى إن شاء الله أن يتكرر في كل عام بالإضافة أن تكريد إطلاق أصوار تعاكمة للشباب الأفريقي هذه كانت فكرة رائعة وكانت فجأة في السيساب المؤتمر يعني أنا بفرحان جدا طبعا باعتبار الأصوار المحظة في صعيد مصر كمان أصدها من الاتمام وباعتبار أن هي المستفى للتقافات الأفريقية دي حتكون شيء رائع جدا ميناء كأهلهم بالنسبة لجنة الشباب والعضاء بالتأكيد هذه المحاولة والتوصيات ستكون هي اهتمامنا الفترة القادمة منها حلناقشها مع السادة النواب عضاء لجنة الشباب والعضاء مع المدارات المعنية وعن نحن سريعا برنا نتاع جديد التوصيات عن عرض الواقع برسم دارة العالم تقبلت حياتي المهندس أشرف رشاد وأنت رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ